القط ذو الحذاء حكاية من التراث الفرنسي كان يا مكان في قديم الزمان وفي قلب الريف الفرنسي عاش طحان فقير وولده وعندما مات الطحان طرد الابن خارج البيت ولم يكن الصبي يملك شيئا غير اسمه لم يكن للصبي غير فردتي حذاء وقتا اسمه بيرو هذا هو بيرو قل لي يا بيرو ماذا نفعل الآن لم يعد لدينا بيت أو طعام ماذا نفعل ها قل لي لا تقلق دع الأمر لي دع الأمر لي نعم أنا تصرب أدع الأمر لك قل لي هل عندك حل وذهب القط إلى الغابة حاملا كيسا من الكتان كل شيء جاهز الآن وتملكت الأرنب الرغبة في معرفة ما بداخل الحفرة أخذ بيرو الأرنب وتوجه به إلى الحاكم إنه الماركيز كاراباس من يكون هذا الماركيز ها أنا لم أسمع به من قبل أبدا أخبرني من هو لا عجب في ألا يتعرف الحاكم على الماركيز فقد كان بيرو قد اختلق تلك التسمية وفي اليوم التالي قام بيرو بتقديم بعض الفاكهة إلى الحاكم وبعض الطيور النادرة إلى ابنته وعقدا من الورد للقطة ها هدايا جميلة أرجو أن تشكر الماركيز كثيرا سأبلغ بذلك يا مولاي أريد أن أعرف المزيد عن كاراباس ها اي بل من من نعم نعم أنت على حق ابنتي ما هذا كلامك غير معقول كلا يا بيرو أنت متوهم أكيد كلا إنها فرصة مناسبة بالنسبة لك حتى أنك قد تصبح ماركيزا بالفعل نعم نواتقا من ذلك ها وماذا لو اكتشفوا أمنا ثق بي ثق بي نعم أراد الحاكم وابنته مقابلة الماركيز كاراباس وشكره على ما قدم لهما ولكن كيف يستطيع بيرو أن يحول كاراباس ابن الطحان إلى ماركيز تعمل قليلا تعمل تعمل ها ها هو قادم ها هو لحظة واحدة وبسرعة تظاهر كاراباس بالغرق النجدة الماركيز كاراباس بالغرق النجدة الماركيز كاراباس يضرق الماركيز كاراباس النجدة هيا يا فعل ما اتفقنا عليهahi هيا الماركيز كاراباس الذي يضرق إذَّه حليلا ها هو يضرق الماركيز كاراباس يضرق نحن given it كلها قد سرعا قيادة نساعدهم في سرعا حزن الحاكم لما أصاب كراباس وأمر بتزويده بملابس أنا المركيز كراباس عند رؤية الفتاة لكراباس أحبته كثيرا وطلبت منه أن يتجول معها يا لها من زهور جميلة حقل من هذا يا ترى؟ ردت إحدى الفتيات حقل المركيز كراباس حقلي؟ صحيح صحيح نعم حقلي أين ذهب بيرو يا إلهي؟ بيرو بيرو كان بيرو في حقل من الحقول القريبة اسمعوني جيدا عندما يسأل الحاكم أو ابنته حقل من هذا؟ عليكم بالإجابة بأنه حقل المركيز كراباس مفهوم؟ فإن أجبتم بغير ذلك سيخضبوا الحاكم نعم وسيتقموا منكم لا تنسوا ذلك الحقل ملك للمركيز كراباس هل فهمتم؟ هل مفهوم ذلك؟ الحقل ملك للمركيز كراباس؟ لحظة إنه قادم هيا وعند سؤال الحاكم حقل من هذا؟ أجاب الجميع في صوت واحد إنه حقل المركيز كراباس وقال صياد أن النهر ملك لكراباس وقال الحطاب إن الجبل ملك لكراباس وقال رعاة الأغنام بأن السهولة ملك لكراباس قال الجميع أن كل شيء ملك للمركيز كراباس أنا متهش يا مركيز كراباس إن لك ممتلكات شاسعة أنا لا أصدق أنك تملك كل هذا ولا أنا أصدق أيضا نعم أنا أيضا كانت الأمور تسير على ما يرام حتى طلب الحاكم رؤية قصر المركيز عفوا عفوا ذلك القصر بالكل المركيز كراباس انظر إليه إنه هناك أحس كراباس بالقلق لأن القصر لم يكن ملكا له وكان يعيش في هذا القصر شخص مشعوذ سيدي لقد سمعت بأنك تقوم بأفعال عجيبة جدا لا هذا صحيح نعم هذا صحيح يقولون بأنك تستطيع أن تتبدل إلى أي شيء فيل أو نمر هيمكنك أنت فعال تريدون أن تروا فعالي حسنا عجيب وافق المشعوذ على طلب بيرو حتى يتباهى أمامه أترك راتاتا را براتاتاتا واكيو أنا خايف أرجوك أرجوك تبتل سريعا أرجوك أنا خايف يا أنا خايف خط جبال رأيت قدراتي رأيت إن طلبت مني أي شيء أتبدل إلي أتبدل في الحال نعم أستطيع ذلك حقا هل يمكن ذلك يمكنك أن تتبدل ليس هناك شيء لا أستطيع ونعمله هل تستطيع مثلا أن تتحول إلى فعل أن ذلك شيء صعب على ما أعتقد أيمكنك أن تتحول إلى فأر صغير نعم يمكنني لا أصدق لا ماذا لا تصدق سوف أريك ولا أسمح لك بإهانتي هوا ها رأيت أرأيت قدراتي نعم لا قد رأيت يا خبي ها 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 هجم بيرو على الفأر والتهمه أهلا 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 بالحاكم مرحبا بك في قصر المركيز ماذا؟ واه يا له من قصر جميل ازداد حب الحاكم لكارباس بسبب ثرائه وكذلك أحبت ابنة الحاكم كارباس كثيرا لذلك سمح لهما الحاكم بالزواج وعاشا في سعادة دائمة ولكن أين بيرو؟ هل تحبين أن تمتلك قصرا كبيرا؟ ماذا؟ قصرا؟ نعم تستطيع أن تفعل أي شيء يا كارباس؟ أين أكيد؟